أيضاً في الفقرة الثانية هنواصل استعراض ومناقشة تفاصيل مباراة الأهلي وحرص الحدود في الدوري الممتاز عايز أبدأ النهاردة بس الحلقة بخبر جميل جداً جداً لكل الأهلوية كل الأهلوية لازم يبقوا عارفين النادي الأهلي عشان كده دايماً لما يجي أتكلم يقولك يا إسلام أنت بتعملش حاجة غير أنت بتطبل لمجلس قدارة النادي الأهلي بالفعل أنا لازم أطبل لمجلس إدارة النادي الأهلي بعد تحقيقه لكل هذه الإنجازات لازم أتكلم كويس على كل واحد فيهم على كابتن محمود وعلى العمري بيه فاروق وعلى خالب بيه مرتاجي وعلى كل أعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين علشان هم يستحقوا أن احنا نتكلم عنهم هم يستحقوا أن احنا نقول لهم شكراً بكل اللي بيتعمل ده في كل الأزمات اللي بتحصل دي ولكن يظل النادي الأهلي هو الضوء الوحيد اللي بيخرج من الرياضة في مصر لما تيجي تبص على الرياضة في مصر كده لازم تبص على النادي الأهلي النادي الأهلي أنقذ الرياضة المصرية بعد مباراة المغرب الوداد المغربي وأنا حقول لكم ليه بس دي محتاجة حلقة نتكلم فيها فاللي بقوله ده أن مجلس إدارة النادي الأهلي مجلس إدارة يستحق الشكر والاحترام على هذه الإنجازات الكبيرة جداً اللي شفناها خلال هذا الموسم ولما تيجي تسأل أي حد فيهم يقول لك إحنا ما يفرقش معنا التمنتشر اللي إحنا خدناهم ولكن هنسأل الأربعة اللي ضعوا ضعوا ليه الأربعة بطولات اللي ضعوا ضعوا ليه في ألعاب الصلاة هذا هو فكر النادي الأهلي وهذا هو الفارق الكبير ما بين النادي الأهلي وآي حد تاني النهاردة مقر جديد للنادي الأهلي المقر الخامس بإذن الله بإذن الله في مدينة العالمين الجديدة قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة بالتعاقد على أرض المقر الخامس وبداية التوسع والانتشار بالمحافظات الأهلي هيبدأ إجراءات التعاقد لإنشاء المقر الخامس في العالمين الجديدة وذلك استكمالا لخطة مجلس إدارة النادي الأهلي التي تستهدف إنشاء فروع جديدة أو فروع جديدة للنادي في القاهرة والمحافظات المختلفة وبعد دراسة متكاملة لمعطيات المشروع المقدم وافق مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم برئاسة كابتن محمود الخطيب على البدء في الإجراءات الإدارية والقانونية للتعاقد على إنشاء الفرع الخامس للنادي الأهلي والذي سيكون بمدينة العالمين الجديدة على مساحة تبلغ 43 فدان تم تخصصها للنادي من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بالتعاون مع شركة الأهلي للتنمية العقارية صبور وشركة سموح العالمين للاستثمار والتنمية الحقيقة تحية كبيرة جدا 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 لمجلس إدارة النادي الأهلي على هذا القرار الكبير والتاريخي الرائع النهاردة حنبدأ نحلم بمقر خامس حنبدأ نشوف إن شاء الله استعدادات دايما مجلس إدارة النادي الأهلي احنا تعودنا منه اللي موجود حاليا نتعودنا من 1907 وحتى الآن تعودنا منهم على إيه؟ أي مجلس إدارة بيقول يجب أن يوفي كل الحاجات اللي بيقولها أو كل الوعود اللي بيقولها وبالتالي حضراتكم شايفين أو حضراتكم أمام يوم تاريخي النهاردة بقرار مجلس إدارة بإن شاء الله بدء الإجراءات الإدارية والقانونية في مقر الخامس للنادي الأهلي ألف مبروك الحياة لكل جمهور النادي الأهلي ألف مبروك لكل محبي وعشاق النادي الأهلي في العالم كله زي ما كان هناك افتتاح رائع يوم 1-6 لمقر النادي الأهلي في التجمع الخامس إن شاء الله يكون هناك افتتاح رائع لمقر النادي الأهلي في العالمين الجديدة وتبقى الدنيا زي البطولات بناخد بطولة بنفكر في اللي بعدها بنخلص مقر بنفكر في المقر اللي بعده التعاقد على أرض المقر الخامس حاجة جميلة جدا ولا بنزهق من البطولات ولا بنبطل إنجازات ولا عمل ولا حنبطل نجاح